يدخل فرنسوا هولاند قصر الإليزي حاملاً الكثير من الأمال في أعادة سورة فرنسا الجديدة بينما يخرج سلفه ساركوزي من نفس القصر لكن خروجه لم يكن برداً وسلماً بحسب مراقبين جملة من القضايا والفضائح رفقت نيكولا ساركوزي أثناء حملته الانتخابية بعد أنباء تحدثت عن دعم نظام القذافي حملته الانتخابية عام 2007 بالإضافة إلى قضية استلح على تسميتها كاراتشي التي جرى بشأنها تحقيق معقد حول عمولات في عقود أسلحة ومن المتوقع أن يستدعي القضاء الفرنسي ساركوزي للتحقيق معه في الجهة التي أصدرت بصورة غير قانونية أوامر إلى جهاز الاستخبارات لكشف مصادر صحافيين يعملون في لوموند ويخضع رئيس الاستخبارات الفرنسية حالياً للتحقيق في القضية التي كشفت فيها صحيفة لوموند وجود علاقة محرجة بين حكومة ساركوزي ولليان التي ورثت شركة لوريال لكنها ضبطت وهي تحاول التهربة من دفع الضرائب وتحقيق آخر في تمويل حزب سياسي بصورة غير قانونية وارتسمت صورة سوداء في أذهان المهاجرين بفرنسا نظر للحملة الدعائية والقوانين التعصفية التي طبقت في عهد ساركوزي الذي استعمل شبح الإرهاب كبعوع لتخويف الفرنسيين من خطر الإسلاميين رضا أمود البالغ من العمر 35 سنة هو أحد ضحايا سياسة ساركوزي الذي اتهمه بالترويج للإرهاب وتم إبعاده للجزائر على متن سفينة من مارسيليا إلى بيجايا وأرسقت به تهمة الإقامة بطريقة غير شرعية وكان مصدر فرنسي قال أنذاك إن أمرود وضع في مركز للاحتجاز إثر اعتقاله في الثالث عشر ماي خلال عملية وقائية من الإرهاب بعد أن كان موضع مراقبة من أجهزة الاستخبارات قضية تعد قطرة من غيث سوف تحملها الأيام القادمة في كشف المستور في ظهور قضايا تؤزم مستقبل ساركو بصال حسين لقناة الشرق تيفي